اشتركوا في القناة وفي مرة اخرى تعرض السندباد لهجوم عملاق كبير جدا وفي مرة ثالثة حاول رجل مسن ان يقتل السندباد على الرغم من انه ساعده وحمله على كتفيه مسافة طويلة جدا لدى سندباد كثير من المغامرات الشائقة والحكايات الممتعة التي تتناقلها الناس اما الان فساحكي لكم قصة اجمل رحلة من رحلات السندباد البحرية السبع هناك جزيرة على مقربة مننا ايها الربان يبدو انها جزيرة جميلة اريد ان اذهب اليها لكي ابيع سكانها واشتري منهم اشعر بانني ساجني ربحا وفيرا حسنا سنرى ذلك يا سندباد ادير الدفة ايها الرجال سنتجه الى الجزيرة حاضر كانت الجزيرة رائعة الجمال ولكن المشكلة الوحيدة ان هذه الجزيرة خالية من السكان تماما هذا غريب لما لا يسكن احد في هذه الجزيرة الجميلة تأمل السندباد السماء طويلا ثم غط في نوم عميق رحلت السفينة وتركت السندباد وحيدا فوق هذه الجزيرة لماذا رحل البحارة وتركوني ماذا سافعل الآن لحظة الخير كثير في هذا المكان وفي انكاني ان اعيش ارى الجزيرة من هذا العلو خالية تماما ماذا كأنني ارى سطح بيت هناك هذا جيد اذا كان هناك سطح فهذا يعني ان هناك انسانا يمكنني التحدث اليه حسنا ساذهب الآن سندباد عليك ان تحذر فقد حاول احد الاشخاص ان يأكلك ذات مرة لذا علي ان احسب كل خطوة قبل ان اخطوها لا لا احد لا احد انه شيء غريب ترى من بنى هذه القبة هنا انها غريبة وغريب ايضا ان تغيب الشمس فجأة هكذا ترى ما هذا الطائر انه اكبر من الجمل مخالبه مخيفة جدا وحجمه في منتهى الضخامة يحمل الفيلة وكأنه يحمل فأرة صغيرة بين مخالبه اي عقل ان يكون هذا هو طائر الرخ الذي قرأت عنه سابقا علي ان ابقى هادئا حتى لا يستيقظ خلع السندباد عمامته وربط نفسه بقدم الرخ ليطير به الى جزيرة اخرى غير هذه الجزيرة الخالية من الناس وانتظر صباح اليوم التالي بفارغ الصبر المقعد فارغ بجانبك انه للسندباد وهو فارغ منذ ان غادرنا الجزيرة نعم فانا لم اره منذ ذلك الوقت ولكن كيف لم ننتبه على ذلك على ماذا اظن اننا نسينا السندباد على الجزيرة ماذا تقول لا اثر له على السفينة ولكن لماذا لم تخبروني بامره قبل الان لم ننتبه على غيابه غباء ادير الدفة غربا يا رجال سنعود الى الجزيرة مقيت السفينة تبحث عن تلك الجزيرة طول الليل ولكن بلا جدوى فتلك الجزيرة كانت مهجورة ولم تكن مرسومة على خريطة الربان وعبثا انضى البحارة وقتهم بالبحث والتفتيش هل من اخبار؟ ماء وسماء وارض مفقودة يبدو لي ان النجاح مستحيل في مثل هذه الظروف سيقضي السندباد حياته كلها فوق تلك الجزيرة لقد نجحت فكرتي انت ذكي جدا يا سندباد اشتركوا في القناة ها؟ اذا يأتي الرخ الى هنا ليصطاد الافاعي ويأكلها شكرا لك أيها الرخ علي أن أتفقد هذا المكان جيدا أنا في جرف جبلي من المستحيل أن يستطيع أحد مهما بلغت قوته أن يتسلق هذا الجرف الخطر جدا ما هذا؟ ألماس حر سأبيعه بسعر غال جدا لقد أصبحت ثريا ثريا جدا ولكن ما الفائدة إذا كنت لا أستطيع الخروج من الوادي أنا الآن مثل طفل جائع يبحث عن طعامه بين النجوم والكواكب السيارة إنه ثعبان ضخم جدا إذا عثر علي سيبتلعني دفعة واحدة يا إلهي المكان مليء بالثعابين الرخ يحلق في الجو والثعابين تسحف على الأرض ومن كل الجهات هناك جرف جبلي وعر وخطر ولن يستطيع السندباد أن يهرب إلى أي مكان لكنه أباء يستسلم بحث عن طريقة للهرب ولكن بلا فائدة لن أكون طعاما لك أيتها الجرذان ابتعدي لماذا هربت يا ترى؟ لقد نجوت جحر إذن الثعبان الكبير خرج من هنا ولكن يجب أن أتأكد هل في الداخل ثعبان غيره أم لا إذا صرقت سيسمع صوتي ويخرج هاي أخرج هل هناك أحد؟ لا أحد سأدخل وسأغلق الباب علي بالحجر الثعبان؟ سأدال منك كانت الأفاعي في داخل الجحر تنام على بيوضها أما الثعبان الذي خرج فكان الأب أما الثعبان؟ تنام على بيوضها أما الثعبان؟ تنام على بيوضها تنام على بيوضها أنا حي وهذه حية حسنا يا صغار لن يصيبكم مني أي أذى سعدت بلقائكم سعدت بلقائكم اشتركوا في القناة لن استطيع البقاء هنا طويلا يجب ان اجد طريقة ما اخرج بها من هذا الوادي انه لحم من اين اتى يقذفون اللحم ليلتصق الالماس به يعني ان هناك رجالا في الاعلى يقذفون اللحم لقد تذكرت قرأت قصة عن رجال يقذفون باللحم الى اودية سحيقة كي يلتصق بها الالماس ثم تأتي الجوارح وتلتقطها وعندما يقذف الرجال الجوارح بالحجارة والرماح يسقط منها الالماس ساتعلق بقطعة اللحم هذه وانتظر الى ان يأتي الرخ ساحشو جيوبي اولا بالالماس كي ابيعها عندما اخرج سأصبح اثريا اشتركوا في القناة حصلت على ما يكفيني انا مستعد ايها الرخ هيا حملني بعيدا عن وادي الافاعي هذا الرخ يمسك اللحم هيا قطفوه ان الرخ يحمل انسانا مع قطعة اللحم انتهيت لم اتوقع ذلك يجب ان اجد طريقة للخروج من هنا اتوقع اللحم ينزلق نحونا احملوا اللحم يا شباب اذا هيا اشتركوا في القناة كانت قطعة اللحم التي وصلت الى الصيادين خالية من الالماس تماما لم تلتصق اي قطعة الماس قلت ان الالماس يلتصق باللحم اذا قذفناه في الوادي قرأت ذلك والقصة لا تكذب انتظر قليلا انت من اخذ الالماس من اللحم هيا اعترف بانك انت الذي اخذته حصلت على هذه من الاسفل ساعطيكم كثيرا منها يا اصدقاء لدي الكثير من هذا الالماس وحكى السندباد للصيادين حكاية رحلته وكيف ربط نفسه بالرخ وكيف القاه في وادي الماس والافاعي طرت مع الرخ انت شجاع وقلبك قوي ولا تخاف ابدا هكذا الرجال لا تستسلم للصعاب مهما كانت واجهت كثيرا من الافاعي والثعابين في وادي الالماس اليس كذلك؟ كان موقفا تقشعر له الابدان ايها الرجل الطيب بقي السندباد يحكي قصته للصيادين حتى الصباح كان الصيادون يستمعون الى السندباد وهو يروي قصته وهم يتعجبون من شجاعته في صباح اليوم التالي توجه السندباد الى ميناء المدينة وفكر ان يشتري سفينة لنفسه بقطع الالماس التي حصل عليها فباع قطعة واحدة وحصل على صندوق كبير من الذهب ثم توجه الى الميناء من جديد ليشتري السفينة مرحبا سندباد حمدا لله على سلامتك كيف حالك يا ربان دعك مني واخبرني كيف نجوت من تلك الجزيرة انها قصة طويلة وسارويها لكم عندما اعود معكم الى بغداد قل لمتى سترحلون الان يا بني سيد سندباد اشتريت جميع الحاجات التي طلبت شراءها شكرا لك احملها الى تلك السفينة من فضلك حاضر وما هي هذه الحاجات بعض الهدايا اقمشة وعطور وتوابل اشتريتها من اجل اسرتي ولم اشتريت هذه الاشياء مع ان هاجاتك وحقائب سفرك السابقة محفوظة تحتفظ بها كل هذه المدة التي غبت عنكم فيها ايها الربان الطيب اشكرك من كل قلبي ايها السيد المحترم حقا انت رجل وفي وشهم هذا لانني بحار يا سندباد انا متأكد يا سندباد بانك لن تسافر ثانية لا يا سيدي السندباد ابن لهذا البحر وابن البحر كالسمك لا يستطيع العيش بلا بحر مهما اشتدت العواصف واشتدت الرياح واشتدت الرعود والأمطار أيضا سندبات سيبقى يسافر في البحر مهما اشتدت الصعاب